رسول الله قد سنى الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزيل قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيبة مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية كنا نتحدث في حلقتين مضطة حول أخطر اختيار في حياة الشاب اختيار الزوجة اليوم أخطر اختيار في حياة الفتاة اختيار الزوج من الشاب الذي سترضين أن يقترن اسمك باسمه من الرجل الذي ترضين أن يكون أبا لأولادك من هذا الذي ستكونين في كنفه إن في الدنيا وإن في الآخرة تتعاونان معا على طاعة الله تعالى وعلى إنجاب ذرية صالحة تبقي ذكركما في الدنيا وفي الآخرة اختيار الزوج على درجة عالية من الأهمية تماما كاختيار الزوجة بداية يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات جرت عادتنا أن نختار بنات لأبنائنا لكن لماذا نحن لا نختار شبابا لبناتنا إذا كان عندي بنت وكانت هذه البنت نجيبة وأديبة ولبيبة لماذا لا أبحث لها عن زوج لماذا ينكر أن يبحث أب لزوج لصهر له ولزوج لابنته إن هذا الأمر محمود في الشرع ويرضاه في القرآن الكريم سيدنا شعيب وهو نبي خطب لابنته لكنه اختار شابا نسميه نحن لقطة هذا الشاب اختار نبيا لابنته اختار سيدنا موسى قال سيدنا شعيب لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أنا عندي بنتين تعالي يا موسى اختر واحدة منهم نعم لأن هذه الفتاة إن حضيت بهذا النبي ستكون ذخرا لأبيها ولأمها بل لأمتها في الدنيا وفي الآخرة وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يبحث عن عريس ممتاز لابنته يروي عبد الله بن عمر يقول تأيمت حفصة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تأيمت مات زوجها تأيمت حفصة فلقي أبي عمر أبا بكر فقال يا أبا بكر تأيمت حفصة بعد أن انتهت عدتها قال تأيمت حفصة فهل لك في زوجة قال فأبو بكر لم يرد عليه جوابا لا قال نعم ولا قال لا قال فلما كان بعد أيام لقي عمر عثمان قال يا عثمان تأيمت حفصة بنت حفصة مات زوجها هل تريد زوجة هل لك حاجة في زوجة قال عثمان أمهلني أياما فأمهله ثم قال له عثمان إنه بدى لي ألا أتزوج يقول عمر فكنت أجد على عثمان يعني أجد شيئا من الضيق أنا عرضت عليك ابنتي أنت لا ترضى غير أني كنت على أبي بكر أكثر وجدا لأن عثمان رد لي جواب قال أنا لا أريد أما أبو بكر فلم يرد شيئا لا قال نعم ولا قال لا إذن الشاهد أن عمر بن الخطاب عرض ابنته لكنه قدمها لرجلين جدير أن يكون صهرا لعمر وما أدراك بأبي بكر إذا صار صهرا لعمر وحسبك بعثمان إذا صار صهرا لعمر قال فلما كانت بعد أيام خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها فلقيني أبو بكر بعد أيام قال يا عمر لعلك وجدت في نفسك علي عندما عرضت علي ابنتك فلم أرد عليك شيئا قال عمر نعم أنا غضبت منك لماذا لم ترد يا أبا بكر الحمد لله الله بعت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا منك قال يا عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها في مجلسين قال أنا أريد أن أتزوج حفصة ما رأيكم يتدارس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلما عرضتها علي لم أشأ أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا ينكر أيها الإخوة أيها الأخوات أن تبحث عن صهر مناسب لابنتك إذا رأيت شابا مسلما صالحا دينا خلوقا أديبا ذكيا لبيبا منعما وسيما قويا من أسرة مناسبة ما عليه أن ترسل له رسالة مباشرة أو غير مباشرة عندي بنت تعالى خذها والصالحون يفعلون هذا الأمر ولا بأس به أرسل رسالة مباشرة أو غير مباشرة لأن الصهر يا أيها الإخوة إما أن يسعد الأسرة أو أن لا يسعدها وإن الأبا ليتفطر قلبه إذا شاهد ابنته عند زوج لا يرعاها وحدث مرة وصدقوا أني دعيت لحل خصام بين زوج وزوجته هذا الزوج لا يحسن إلى زوجته لهو يطلقها ولهو يحسن إليها قال لي والد هذه الفتاة قال أرجوك يا أستاذ أريد أن تدخل بيننا قل له إما أن يبقيها عنده بإكرام ورعاية وإما أن يسرحها بإحسان ونحن لا نريد منه شيئا يسرح إذا كان يكرهها لا يريدها أما أن يؤذيها ويبقيها عنده فقلبي يتفطر ألما ذهبت إلى ذلك الشاب شاهدت شابا بعيدا عن الشرع ولا يخاف الله عز وجل ويؤلمك منظره لشدة بعده عن الله لقد قال لي كلمتان والحديث من عشر سنوات لكنها ما زالت تهز أعماقي وكلما كررتها شعرت بضيقها قال لي هذا الشاب أريد أن أبقيها عندي لأؤذيها حتى أركع أباها إن الصهر السيء يؤذي العائلة كلها وما عليه أن نختار لبناتنا شابا متصفا بصفات يناسب أن يكون زوجا لبناتنا اختيار الزوج عنوان حلقة اليوم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم أنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم يعني زوجوا الشباب الأكفاء أنكحوا الأكفاء زوجوا الشباب الأكفاء وانكحوا إليهم خذوا من عائلاتهم إذا كانوا أكفاء عند اختيارك أيها الفتاة يا والد الفتاة عند اختياركما زوجا لهذه الفتاة راعوا أمورا خمسة الأمر الأول الإسلام أن يكون مسلما لقد قال الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم لا تزوج ابنتك إلا من مؤمن أتعلمون من هي أغلى إمرأة صداقا في العالم؟ إنها أم سليم أم سليم والدة سيدنا أنس بن مالك خطبها أبو طلحة بعد موت زوجها وكان أبو طلحة يومها مشركا وكان غنيا عنده من الدراهم والدنانير من البيضاء والصفراء فلما خطبها قالت له إنك رجل مشرك والإسلام يحول بيني وبينك قال لها ما عهدي بك ذلك يا أم سليم ولكني أعهد منك حب الصفراء والبيضاء أنت تحبين الذهب والفضة أنا سأملأك ذهبا وفضة قالت لا حاجة لي بالصفراء ولا بالبيضاء لكن إذا أسلمت رضيت بك زوجا فكر ثم قال سأفعل قالت فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه ثم تزوج أبو طلحة من أم سليم أغلى مرأة صداقا في العالم هي هذه المرأة لقد كان صداقها إسلام زوجها مع ما قدم لها شيئا من ماله الإسلام أول صفة في زوجك الذي سيأتي في المستقبل إن شاء الله الصفة الثانية الصلاح ليس كل المسلمين صالحون هناك من المسلمين من ابتعدوا عن الصلاح وللأسف لذلك إذا جاءك الزوج المسلم ابحثي أن يكون صالحا لأن أولادك سيكونون في الغالب مثل أبيهم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إذا كان الأب صالحا سينشأ الأولاد صالحين في الغالب وقد قالوا بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم الإبن يشابه أبا كيف تعرفين أن هذا الشاب صالح أو غير صالح اسألي عن مدرسته التربوية من رباه من أدبه اسألي عن بيته عن تنشئته ولا ينفع أن تقتصري أنه يصوم يصلي أحيانا أب يأتيه شاب يريد أن يتزوج ابنته يقول أنت تصلي يا عم يقول نعم يقول خلاص هذا صالح الصلاة جيدة لكنها ليست كل شيء في النوادر قالوا بأن أبا غنيا تاجرا مع زوجته عنده بنت وحيدة جلس مع زوجته يفكر من سيكون زوجا لابنتهما وبينما كان في الحديث كان شاب يريد أن يسرق دارهما وكان قد تسور جدار الدار واستمع إلى الحديث الذي يجري بين الأبي وبين الأم يقول الأبو أنا ما عندي من يرثني إلا هذه الفتاة الله يهيئ لنا شابا صالحا حتى يكون حاميا لابنتنا ويرث كل ما نملك ثم تقول له الأم تقول والله هذا أمر حسن يقول لكن كيف أنا أعرف الشاب الصالح قالت الأمر سهل غدا تذهب إلى المسجد أول شاب يدخل إلى المسجد وآخر إنسان يخرج من المسجد هو هذا الشاب الصالح راقبه يوم تنين تلاتة إذا وجدته أول الداخلين وآخر القارجين هذا أصلح شيء لبنتنا قال والله هذا أمر حسن سأفعل والطبع هذا أمر ليس صحيحا الشاب الذي كان يتسور الجدار ليس متزوجا قال والله هذا أمر ممتاز أحسن ما أنط على البيت وأسرق ليرة أو ليرتين بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله مرحبا بكم بعد هذا الفاصل في الحلقة الثامنة من الدورة التأهلية للحياة الزوجية كان عنوان الحلقة اختيار الزوج ابحثي في زوجك عن خمس صفات أولا الإسلام وثانيا الصلاح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض الصفة الثالثة لمن سيقترن اسمك باسمه متطلبات الزواج المادية أن يكون مالكا لمتطلبات الزواج المادية لا يعقل يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات أن يأتي شاب يريد أن يتزوج ما عنده بيت لا شراء ولا أجار ما عنده مدخول شهري لا مقطع ولا موصول ما عنده أثاث بيت تقول له يا عم أنت كيف بدك تتزوج بنتي يقول الله يرسل لنا كيف يرسل لك الله لابد من مبادئ للزواج متطلبات في الحياة المادية أما الشاب لا يملك شيء هو طالب في الثانوية يأتي يريد أن يتزوج فتاة يا عم طيب أنت عندك بيت لا أبوك يعطيك بيت لا مال لا أحيانا شاب بمعصول كلامه يخاطب فتاة يقول أحبك وستعيشين معي فوق النجوم ودون الغيوم وسترين الليل والنهار طيب وتذهب معه بأحلامها وأفكارها لكن ما عنده شيء أبدا من الحياة المادية لا دار يسكنها ولا معاش يتقاضاه ثم هو يريد أن يتزوج كيف تتزوج وأول مسؤوليات الرجل في القوامة فيها مسؤولية نفقة كيف تنفق على هذه الفتاة لذلك لا ترضي الزواج بشاب ليس عندهم الطلبات المادية متوفرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة هي متطلبات الزواج المادية والنفسية والتربوية أما إذا ما عندك أنت متطلبات الزواج لو كان عمره خمسة وعشرون سنة كيف تتزوج يا أخي اصبر فمن لم يجد فعليه بالصوم أنت عليك بالصوم حتى يأتيك فضل من الله تعالى ولا تخاف الله عز وجل سيسر لك أمرا وأنت الله عز وجل سيجعل لك بعد عسر يسرى لكن لا بد أن يكون عند هذا الشاب شيء من متطلبات الحياة المادية فاطمة بنت قيس صحابية خطبها معاوية وأبو جهم جاءت لتستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا خطبني معاوية يتكلم فيها يريدني زوجة وكمان يريدني أبو جهم ما رأيك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له ما عنده مال أبدا كيف بدك تتزوج بهذا الشاب؟ وأما أبو جهم فرجل لا يلقي عصاه عن عاتقه في إشارة في بعض تأويلات أو تفسيرات هذا الحديث أنه يضرب نساءه قال أنا ما أنصحك هذا رجل شديد جدا ويضرب نساءه ما أنصحك تتزوجي انكحي أسامة في شاب عنده مطلبات حياة مادية ومنضبط بالآداب العامة في ما يتعلق بأمر الزواج انكحيه الشاهد عند قوله أما معاوية فصعلوك لا مال له المراد بالصعلوك أنه فقير جدا الشاب الفقير جدا لا ترضي به إذا لم يملك متطلبات الزواج إذا كان من الممكن أن يساعده أبوك أو إذا كنت أنت مالكة لشيء لا بأس أما لا أنت تملكين ولا هو يملك ماذا تفعلون؟ لا تصدق الأغاني التي تقول على الخبز والزيتون أو على الجبن والحصيرة لا يتم زواج لا على حصيرة ولا على خبزة ولا على زيتونة الزواج يحتاج إلى دار تسكن شراء كانت أو أجارا أو مع بيت أهله لا بأس المهمة كان نسكن به أما في الهواء الطلق لا يمكن أن يتم زواجه ولا يمكن أن تدوم حياته فيشترط في هذا القادم إليك لخطبتك الإسلام والصلاح ومتطلبات الزواج المادية الآن فيما يشترط الحسب رقم أربعة لا بد في زوجك أن يكون حسيبا لا ترضي أحيانا يأتي شاب يقول أنا أريد أن أتزوج من هذه العائلة يكلم أمه أو يكلم أباه يقول أبوه يا ابن بكير الآن وأمه تقول بكير يقول طيب أنا رجل سأذهب وحدي يأتي إلى دار أبيك يقرع الباب يدخل يقول يا عم زوجني ابنتك أين أبوك يقول مسافر أين أمك يقول متوفات هي ربما أمه حية السوء يقول هكذا لا ترضي زوجا بهذه الطريقة يدخل وحده أنت ملكة في الإسلام عندما يأتي رجال ليخطبوك من أبيك سيأتي عشر رجال أو ثماني رجال أو سبع رجال أو خمس رجال أو أربعون رجلا ليقولون نرجو أن تعطينا ابنتك لهذا الشاب أنت لك كرامة فلا ترضي بشاب يأتي من وراء الجدران ليقول لك تعالي معي لنذهب معا إلى قاض شرعي أو إلى رجل يدعي أنه شيخ ليزوجنا من بعضنا أنا بالغ الراشد وأنت بالغة الراشدة لا أنت تريدين رجلا له حسب له نسب له أسرة معروف مشمول بعناية أسرته له عم وله خال وله ابن عم وله ابن خال وله أب يرعاه وله إخوة لأن أولادك سيتعلمون من أبيهم ابحثي عن النسب الفارح وشرف النسب وشرف الآباء والأجداد بتقوى الله وبطاعة الله وبمراعاة الأعراف العامة أما أن يأتي شاب مع فتاة يذهب مع بعضهم البعض إلى رجل يقال له شيخ يقول تعال اكتب لنا الكتاب يقول أين الشهود يقول هذان هما صاحباي جاء بهما من الطريق ليشهدا على زواجه بها فهذا أمر أيضا لا يليق بك ابحثي في زوجك عن الحساب الإسلام والصلاح ومتطلبات الحياة المادية والحساب وخامسا وأخيرا الجمال والقوة لا ينكر أن تبحث الفتاة عن شاب جميل يناسبها إذا رأته سرت به لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب وسنأتي إن شاء الله في الحلقة التي نتكلم بها عن الخطبة كان يطلب من الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته وكان يطلب من المخطوب أن تنظر إلى خاطبها لترى هل هذا الرجل يناسبها أو أنها تخاف منه أو أنها ترعب منه وقد استشرت مرة في رجل جاء ليخطب فتاة وهي بنت عائلة فقال لي أبوها إنه لما دخل ودخلت ابنتي وكنت جالسا خرجت الفتاة تقول يا أبي لقد شعرت بذعر منه قال لي ما رأيك الشاب جيد جدا فقط هي تقول أنها ذعرت منه قلت لا تزوجها نعم لا ينكر أن تبحث الفتاة أو أن ترضى الفتاة شكل زوجها لأنها هي التي ستعيش معه وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا تكرهوا بناتكم على الزوج القبيح فإنهم يحبون ما تحبون المرأة أيضا تحب أن يكون زوجها إنسانا حسنا يناسبها الإسلام والصلاح والمتطلبات للحياة المادية والحسب والجمال هذه هي الصفات التي تبحثين فيها عن زوجك ختاما أيتها الأخوات قبل أن أختم هذه الحلقة وأنهيها هناك ثلاث نصائح لكل فتاة قبل زواجها النصيحة الأولى لا تتزوجي إلا من ترضينه ويرضاه أهلك لا تتزوجي إلا من ترضينه أنت ويرضاه أهلك أنتما الإثنان أما أن ترضين أنت ولا يرضى أهلك لا تفعلي أما أن يرضى أهلك وأنت غير راضية لا تفعلي تزوجي من ترضينه ويرضاه أهلك النصيحة الثانية انظري في زوجك إلى الخلق والدين أولان ثم ابحثي عن الأمور الأخرى النصيحة الثالثة والأخيرة لا يخدى عنك شاب بمعصول كلامه فيبعدك عن أهلك ويأخذك إلى مكان قريب أو بعيد ليقول لك أنت بالغة راشدة بإمكانك الزواج وأن تتولي عقد الزواج بنفسك فتعالي نتزوج وعندي شهود فما هذا إلا ذئب يريد أن يفترسك ثم يرميك وإن الله تعالى أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها فمن أراد أن يخطب فتاتا فليدخل من الباب فليقرع باب أبيك وليقل إني خاطب وليأتي مع أهله به أهلا وسهلا أما أن يأتي من أماكن أخرى فإياك أن تغري بمثل كلامه أو بمثل هندامه أو بمثل ما يعدك به من الوعود يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات كانت هذه هي الحلقة الثامنة في الدورة التأهلية للحياة الزوجية نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد سنى الزواجة لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل ترجمة نانسي قنقر